على عكس التصعيد داخل دوائر طهران العسكرية والسياسية التي تتوعد برد قاس يستهدف هذا الرد اسرائيل بعد عملية اغتيال اسماعيل هنية في طهران قالت البعثة الايرانية في الامم المتحدة ان التوصل الى وقف اطلاق النار في الحرب الدائرة في غزة هي اولوية لطهران البعثة اشارت في بيان الى ان اي اتفاق وتوافق عليه حماس تعترف به طهران على الفور في حال وفقت حماس مشددة في الوقت ذاته على حقها المشروع في الرد على اغتيال اسماعيل هنية في العاصمة الايرانية والذي نسبته لاسرائيل وقال بيان البعثة ان اسرائيل انتهكت سيادة وامن ايران القومي بهجومها الاخير وان طهران تمتلك الحق المشروع بالدفاع عن نفسها وهو امر غير مرتبط بوقف اطلاق النار في غزة بحسب البعثة التي قالت انها تأمل ان لا يكون توقيت الرد وطريقة تنفيذه على حساب وقف اطلاق نار محتمل في غزة